اشتركوا في القناة الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء الوطن ونعو شهداء حادث سيناء الارهابي واللي قدموا ارواحهم دفاعا عن الوطن وتوجيه الشكر لأساد رئيس الجمهورية على دعوته للاحزاب السياسية للحوار الوطني ودور ورؤية احزاب التحالف في هذا الحوار الاجتماع اكد على التفاف المصري خلف القيادة السياسية في مواجهة تحديات اللي بتواجه مصر ودعم ومساند القوات المسالحة والشرطة لاقتلاع جدور الارهاب من ارض مصر وكما اعلن الرئيس ان الحادث الارهابي الاخير لن يؤثر في عزيمة المصريين اسمحوا لي ارحب بالكاتب الصحفية الاستاذ وليد طوان رئيس سحرير مجالة صباح الخير يا استاذ وليد السال خير السال خير لالتدريب بتتشنهم يا صحيح شايف ازاي هذه الحالة المرتقلة انا شايف انها حالة صادقة خطوة مهمة شديدة الاهمية على مستوى مش المستوى الحزبي بس عمر لكن هي على مستوى المشاركة الوطنية دي دعوة صادقة من رئيس الدولة او من الدولة المصرية لكل اطياف والقوة والسياسية والحزبية مش القوة السياسية القوة الحزبية والمجتمع المدني وكل المنظمات لتقديم رؤى مهمة قد تدعم الدولة او تدعم الدولة في مواجهة تحديات مختلفة على مصارات مختلفة في ظل ازمة عالمية بقفزة الدولة في المصرية فيها على مستويات عدة ولكن بقى ان يكون الحوار مفتوح للجميع مهمة الاشارة يا عمر ان مسألة الحوار الوطني دي اعلى ادوات الديمقراطية في نظم الحكم الحديثة يعني ايه اعلى ادوات الديمقراطية يعني مشاركة مباشرة شراكة مباشرة في شكل القرار طبعا المختلف في هذا الحوار في دعوة الحوار الوطني دعوة لها سيادة الرئيس انها تحت اشراف الرئيس مباشرة وترفع اليه كافة التصورات او الرؤى اللي بتتم خلال جلسات الحوار الوطني كمان مهم الاشارة الى انه الحوار الوطني هذه المرة على غير يعني في خطوة غير مسبوقة بيتم على بعد جغرافي كبير يعني الاحزاب كلها على مستوى المحافظات هذه الاحزاب او القوة اللي بتدعى لهذا الحوار بيتم على نطاق جغرافي كبير بتتجمع هذه الاراء وترفع الى رئيس الجمهورية مباشرة خطوة مهمة تحتاجها الدولة المصرية الان تأكيدا على ان الجمهورية الجديدة متاحة للجميع او تسع الجميع اهمية الحوار والاستماع الى الاخر في وجود اجندة اجندة محددة للحوار يمكن على وسائل التواصل الاجتماعي لما بنحضر للفقرة بنلاقي نسبة تساءل ايه هي الاجندة هل هيكون في اجندة ولا لا ايه هي القوة اللي انه برضو ممكن يكون فهم خطأ يعني مين هي القوة اللي ممكن تحضر وفي خلط بين القوى معادية وقوى ارهابية وما بين القوى السياسية في فرق بين القوى السياسية وبين اهل الشر او القوى الارهابية او يعني كل من تلوست يدهه بدماء المصريين ما نقدرش نقول احنا هذه الدعوة للحوار هي مشاركة الوطنين القوى الوطنين القوى الحزبية طب تعالى نتكلم الاول على المحاور ثم نتكلم على المشاركين في الحوار بالضرورة او من المنطقي اللي يشارك اعداء الشعب في حوار الوطني حوار الوطني يعني بين قوين كده هو كل الرؤى التي تدعم التقدم الوطني او المضي قدما في قضايا مختلفة محاور مختلفة مطروحة على الحوار الوطني احنا عندنا تحديات كبيرة منها تحدي اقتصادي تحدي اجتماعي تحدي الصحة تحدي التعليم كلها منظومات مختلفة يعني الفكرة مش انك تعمل منقشة في تفاصيل سياسية الفكرة مش انك تعمل منقشة في تفاصيل ازمة اقتصادية او تغيرات اقتصادية على مستوى العالم لا الفكرة هي كيان داوي مهم الاشارة يا عمر ان الدولة ليست اقتصاد فقط ليست اجتماع او ليست افكار اجتماعية او مدرات اجتماعية فقط ليست مسألة تعليم فقط ليست صحة فقط هي مجموعة من اجرومية بيسموها اجرومية او منظومة تضع الدولة او تكمل طريق الدولة على طريق التنمية بالنسبة لما حدث على مواقع التواصل او بعد التداول مواقع التواصل بيتكلموا عن اهل الشر مش مقصود على ما انا اعتقد كمصريين او ليس مطروحا كمصريين ان تمنح ولو يعني مش مطروح فكرة التعامل مع اهل الشر الذين يعني وقفوا ضد او ارادوا هدم الدولة او سعوا فعلا تحت مخطف كبير اسمه يعني مسميات مختلفة لهدم او تقويض دعائم الدولة المصرية هذا ليس مطروحا على الاطلاق وده بين طبعا خلال السوشال ميديا الفترة المعروض دلوقتي السوشال ميديا خلال الفترة الماضية أه تفضل مع حضرتك تفضل مهم كمان الاشارة اه يلى اه 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 المطلوب من القوى السياسية او الطيرات الحزبية في الحوار كويس اكو ده سؤال مهم اه سؤال مهم اه المطلوب من اه 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 اطراف المشاركين يعني انا ما ما عندناش طرف قدام طرف دعنا نتفق أن هذا حوار وطني يشمل محاور مختلفة الدولة قامت بالتزامات على مر السبع سنوات الماضية أرثت دعاء مستقرار كانت هذه الدولة تترنح بعد 2011 وحتى وصول أهل الشر يعني الأيام اللي معي لأنبياء الله ربنا أرثت الدولة الاستقرار استعادت المكانة الإقليمية المكان والمكانة الإقليمية وسط تحديات عمر معقدة للغاية ربما تدعيات هذه التدعيات مستمرة حتى الآن مع الطفلات التي كان بها الدولة طيب إيه المطلوب من الجانب الآخر؟ دعت الدولة إلى حوار وطني المعنى هي توجيه الدعوة لكل الأراء أو لكل من يتصور أو كل من يعني لديه أفكار تدفع للأمام أو تفيد الدولة أنه يضحى المطلوب إيه من الجانب الآخر؟ المطلوب أفكار ورؤى واقعي يعني أفكار قابلة للتحقيق هذه الأفكار تخرج عن فكرة الشعارات في فترة ما إحنا الحقيقة عمر في فترة ما شبعنا شعارات حتى وصل الأمر إلى أزمة في انتهت الحمد لله في 30 يونيو طيب إذن المطلوب الآن هو تقديم ما يفيد بالفعل على أرض الواقعية يعني إيه أفكار وقعية أو قابلة للتحقيق؟ يعني أفكار قائمة على بيانات بالمناسبة خلال الحوار الوطني تعهدت الدولة الأكاديمية الوطنية للتدريب بتدير هذا الحوار بتمنح ما هو مطلوب من معلومات آخرين طرف من أطراف الحوار طلب معلومات أو بيانات معينة فالدولة بتمنحه هذه البيانات لإخراج رؤى من وجهة نظر الطرف الطالب هذه البيانات إذن إحنا محتاجين رقم واحد رؤى وقعية رقم اثنين محتاجين كمواطن مصري بتكلم عن القوى الحزبية أن يكون هناك تنظيم بين هذه القوى الحزبية أن يكون لهذه القوى الحزبية قدرة على تقديم أفكار لما يحتاجوا المواطن المصري في القرى والنجوع فترة ما برضو ودي لازم يعني نقولها كانت بعض القوى الحزبية أو الطيرات الحزبية أو بعض الأحزاب متعالية إلى حد ما عن آمال أو طموحات المواطن البسيط كان في انفصال الحقيقة كان في انفصال شاسع وواسع عن المواطن البسيط لأن المواطن البسيط الحقيقة عاوز احتياجاته الأساسية من أكل مأكل وملبس ومسكن وبتاقيه وده اللي بتقدمه مثلا أو بالضرورة مبادرة حياة كريمة هي بتوصل للمواطن البسيط في بيته بتديله المية بتديله البيت بتديله الاحتياجات الأساسية المواطن البسيط لا يفهم فيه تنظيرات أو لم يكن يستوعب بعض تنظيرات بعض القوى السياسية في فترة ما الشيء المهم الآخر أن بالضرورة أن تدخل الأطراف الحوار الوطني بصدر رحب وقدرة على تفاهم أن هناك ما تفرضه الأوضاع العالمية أو الأوضاع الاقتصادية وزي ما بيقوله وزي ما كنا بيقوله مثلا إلا على البر عوام عندما تدخل الطيرات السياسية إلى خضم الحوار الحقيقي عليها أن تتحلى أو تتسلح بأفكار واقعية قابلة للتحقيق عظيم طيب أستاذ أنك تخرج لفاصل فتر بعد الفاصل عندي سؤال على فكرة أن هذه النتائج بعد ما تجلس هذه الأطراف على مئدة واحدة وتفكر وتقدم أطرحات فكرة الضمانة بأن رئيس الجمهورية سيحدث أكاد المراحل النهائية والنظر في هذه الأمور ده لنقش مع الأستاذ وليد طوغان بعض الفاصل أرجوكم خليكم معنا مرحب بحضراتكم مرة أخرى وبجادة ترحيبي بالكاتب الصحفية الأستاذ وليد طوغان يا أستاذ وليد أهلا بحركة معكم أهلا بك الاجتماع ومخرجاته الضمانة الخاصة بوجود أو حضور سيد رئيس الجمهورية في مراحله النهائية تمام تمام وطبعا سترفع إليه هذه النتائج أو ما سيأخذ بحالة الحوار كيف ترى هذه الضمانة؟ أرى أنها الضمانة المؤكدة لدعوة صديقة حقيقية أطلقها السيد رئيس الجمهورية تضمنها الدولة وبالتالي رفع مخرجات الحوار إلى سيد الرئيس معناها الانتقال للمرحلة الأخرى اللي هي الانتقال الجزء التشريعي اللي ترجمت هذه المخرجات إلى قوانين أو إلى إجراءات حقيقية على الأرض تبتدي يشعر بيها المواطن كمردود لمخرجات هذه الحوار ولذلك إحنا كنا بنتكلم أن القوى أو المجموعة المشاركة المشاركة في هذا الحوار يجب أن تكون على دراية أو تقدم ما يصلح بالفعل للتطبيق وفق البيانات الواقعية الحقيقية اللي موجودة على الأرض أو من واقع الأرض حتى تستطيع الدولة أو حتى يكون في المقدرة أو في المقدور أن تتحقق هذه إلى إجراءات عاوز بس أشير عمر فيه إيمان نبيه في البوستات اللي معانا نعرضه دولة الشرح مهم الإشارة إيمان هي بتقول في الآخر واللي هيشترت وغير مرحب بيه أساساً هيتم استبعاده هي بتقول يعني اللي هيقعد لمصلحة البلد ومرحب بيه أهلا وسهلاً واللي هيتشرفت وغير مرحب بيه أساساً هيتم استبعاده ده على حد قولها آه طبعاً وفيه بوستات تانية زي مثلاً بوستاني أمات الله بتقول تخيانك أنت لو رحت ألمانيا هتقول لهم ما فيش حوار وطني من غير الحزب النازي ده فيما يتعلق بيعني تشبيه أهل الشر أو الاختلاط على بعض الأمر فريدة برضو أيلى كلام حقيقي أبدول الرئيس بيقول حوار وطني يعني لصالح الوطن نقول أفكارنا وعلمنا لنهود الوطن وحال المشاكل وليس نقد بدون تفكير ودراسة وتشكيك مهم بقى ناخد التلاتة بوست دول والحطوم تحت كده عنوان رقم واحد الحوار ده ليس فرصة أو ليس باباً مفتوحاً لتحقيق مكاسب سياسية يعني هذا حوار وطني يسع الجميع أو يتسع للجميع ليس فرصة أو ليس باباً كي تحقق أو تتصور بعض الرموز الحزبية أو بعض الكيانات الحزبية أنه يمكن عن طريق هذه الدعوة أن تحقق مكاسب سياسية على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت هناك بعض من تكلم هل هيبقى فيه ترجمة لهذا الحوار الوطني لبعض الأحزاب أنها تدخل البرلمان هل هيبقى فيه ترجمة أن يعني يتم تولية لمنظم تقريباً معظم الأحزاب هي موجودة في البرلمان يعني أولية القوى الموجودة في الشهر طبعاً ده صحيح بس أنا بتكلم على الرأي بعض أنه يقوم مش تأسيم غنائي قد ما هو مشاركة بلظبت هي مشاركة ومهم التأكيد على أن البرلمان أو المؤسسات الشعبية مؤسسات المشاركة الشعبية مش الدولة اللي بتفتح لها الباب لكن الكيان الحزبي واتصاله بالجماهير على أرض الشارع هي اللي بتكون جواز المرور لتمثيل برلماني كما هو معتاد في أي نظام ديمقراطي المعنى أن هذا الحوار ليس أو لا يفترض أن يتخذ أو يتصور البعض أنه طريق لتحقيق مكاسب من نوع ما ده رقم واحد رقم اتنين كان فيه برضو كلام عن أن إحنا عندنا مئة حزب يا عمر مئة حزب أكتر من مئة حزب على كم هذه الأحزاب إلى أن المخرجات أو المردود إلى حد ما قليل هناك مردود يعني التنظيم الحزبي إلى حد ما وده بيرجع للأحزاب لا يعود للدولة وده قرص طويل هو طبعا ده قرص طويل ولكن على الحركة الحزبية أن تتخطى هذا القرص وتساهم الدولة تخطى قرص طويل من مشاكل مختلفة متعددة وبالتالي على الطرف الآخر أو فيما يتعلق بالحياة الحزبية الأطراف الحزبية أو الكائنات الحزبية أو الراغبين في أحزاب أو أصحاب الرؤى الحزبية عليهم أن يتخطوا هذا القرص ويقدموا أو يقدموا الرؤى المفترضة في تواجدهم كحركة حزبية أو كشكل حزبية في الحياة المصرية فيه برضو تكلمنا قالك أن الدولة المفترض أنها لما يتكلموا على ضعف الحركة الحزبية أو ضعف كتير من الأحزاب يقول لك الدولة هي المفترض أن تصنع الأحزاب هذه فكرة الحقيقة يعني غير منطقية وغير معهودة لأن المفترض أن الحركة الحزبية تصنع نفسها يعني إيه تصنع نفسها؟ يعني إيه الحزب؟ يعني مجموعة من المواطنين لديهم رؤى أو فكرة مختلفة قد تكون مختلفة عن فكرة الدولة وقد تكون منصرة فكرة الدولة وقد تكون لديها ملاحظات على أفكار الدولة هذه الحركة أساس الحركة الحزبية أن هؤلاء أو هذه المجموعة يكون لديهم الحقيقة بالفعل قواعد شعبية في الشارع مختنعة بهذه الأرى لو لم يكن للتكتل الحزبي أو الكيان الحزبي مردود أو قواعد أو اتصال بالمواطن البسيط في الشارع هنا لا أستطيع أن أسميه حزب أو لا أستطيع أن أطلق عليه كيان حزبي هل فكرة أن بعض الأحزاب المتشابهة في بعض الطيرات أو لو حركت تذكر يعني بعد يناير 2011 كان كل مجموعة كل عائلة كل أسرة بتشكل حزب درني ده صحيح الحزب ومش موجودة في الواقع ودخلنا في فكرة اتلافات لو تفتكر مظبوط اتلاف وكان كل عشرة هل إحنا بحاجة إلى الأحزاب ذات الطير الواحد أن هي تتقالب فيه تكتلات أكثر قوة وأعتقد أن الحزب زي ما بنقول هو رؤية مختلفة لتحديات مختلفة الحزب ليس كما يتصوره البعض أنه هو دخول برلمان فقط بالعكس أنت أنا حزب بدخل البرلمان في محاولة له خلق أو دعم كتنظيم سياسي كبير اللي هو تنظيم تحت قبة البرلمان لتحقيق متطلبات المواطن تحقيق جودة لتعليم المواطن تحقيق امتداد أو دورية أو استمرار لخدمات صحية للمواطن يعني دخول البرلمان ليست النهاية كما يتصور البعض أو بعد 2011 عامر كان الفكر يعني تلخبط شوية وكان دخول البرلمان هو زي ما يكون مكافئة نهاية الخدمة هذه ليست صحيحة بالعكس بالنسبة لأي حركة حزبية أو أي نائب دخول البرلمان ده بداية لتقديم خدمات إذن أصحاب الأحزاب صاحبة الرؤية الوحدة لابد أن تندمج في كيان واحد لأنه لا يتصور أن يكون هناك 20 حزب كلها لها نفس الرؤية أو كلها لها نفس الطموحات وفق رسومات بيانية وحدة هذا يعني برضو مناقض لفكرة الحياة الحزبية السليمة يعني دايما بيبقى الحزب مكون أو مشير أو تكتل لمجموعة من أصحاب الرؤية الوحدة في إطار اليوم تأثير على الأرض ما لسه أقولك في إطار دعم المواطن على الأرض هذا الحقيقة الفترة اللي فاتت اللي بتقوم بالدولة يعني الدولة هي اللي بتدعم المواطن على الأرض من كافة الاحتياجات متصور إحنا كأنا يعني مصري أو إحنا كمصريين محتاجين رؤى أخرى تدعم أو تبني على ما قدمته الدولة للمواطن البسيط مهم الإشارة إلى أن المواطن البسيط المواطن أهلين اللي 90% من أهلين لا يعرفون أو ليس لديهم ومش مطلوب أنه يكون لديهم فكرة عن تشابكات وتعقدات السياسة هو محتاج توفير حياة كريمة هذا ما تقوم بالدولة صحيح أنا بشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي أستاذ وليل طغان شكرا جزيلا شكرا جزيلا حضرتكم شكرا وموصول لحضراتكم مشاهدين الكرام واتسبوع عليكم إلى اللقاء